ينعقد المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية في دورته العاشرة بعد المئة بمشاركة أكثر من خمسة آلاف مندوب يمثلون الحكومات وأصحاب العمل والعمال حيث يترأس وزير الموارد البشرية والتنمية المهندس أحمد الراجحي وفد المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لا شك أن العالم اليوم بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة العمال خاصة وأننا نواجه أزمات متعددة سياسية واقتصادية وبيئية حيث أن هذه التحديات تلقي بظلالها على الجميع وبمزيد من الثقل على الدول الأقل نموا في كلمته باسم دول مجلس التعاون الخليجي أكد الراجحي حرص الدول على القيم الاجتماعية التي تنطلق منها مبادئ منظمة العمل الدولية ودعم دول الخليج للدول الأقل نموا بعقد شراكة استراتيجية مطالبا المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني تقنيا وماديا لتخطي التحديات الاقتصادية وتطوير سوق العمل تعاون عدة خطوات لتطوير اقتصاداتها ونفذت خططا وبرامج للتعافي من أثار جائحة الكوفيد ناينتين وقد أثبتت تلك الخطوات والبرامج نجاحها في الوصول إلى التعافي الاقتصادي سريعا بما يدعم استقرار أسواق العمل وضمان حقوق القوى العاملة وحمايتها من خسارة الوظائف بل والعمل على خلق فرص وظيفية لائقة كما أسهمت دول مجلس التعاون بعدة خطوات وبرامج لتعزيز التعاون ودعم التنبيه المستدامة في الدول الأقل نموا لتحقيق شراكة استراتيجية مستدامة يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها تقرير اقتصاديات الدول الأقل نموا والأزمة الأكرانية كما يناقش العمل اللايق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إضافة إلى موضوع التلمز المهنية الصناعية وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية قضايا مطروحة على طاولة مؤتمر العمل الدولي أهمها الدول النامية والقضية الأكرانية والعمل اللايق ومستقبل العمل طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف